بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل شرح مقارر كيمياء وضوية واحد وسنمر إلى المحور السادس حيث سنقوم بشرح أهم طرق لتحذير الألكينات وأهم تفاعلاتها في هذا المحور سنتطرق إلى جزئين الجزء الأول أهم طرق تحذير الألكينات وفي الجزء الثاني سنقوم بدراسة أهم التفاعلات الكيميائية للألكينات إذن بداية بالجزء الأول حيث سنقوم كما قلنا بشرح أهم الطرق لتحذير الألكينات بداية عن طريق إزالة الماء من الكحول ويتم هذا التفاعل في وسط حمذي حيث يساعد البروتون على نزع الهيدروكسيل في المركب الكحول ونتحصل بالتالي بعد إزالة الـ H والـ H نتحصل بالتالي على الرابط في الألكينات التالي إذن شرح تفاعل إزالة الماء يتم هذا التفاعل كما قلنا في وسط حمذي يعني الوجود البروتون حيث تتفاعل البروتون مع الزوج الإلكتروني الحر للـ H ونتحصل بالتالي على الوسيط التالي حيث يصبح الأكسجين له شحنة مجيبة كما تلاحظون نتيجة لعملية إسناد أو إعطاء الزوج الإلكتروني للأكسجين إلى البروتون فبالتالي إذن الأكسجين يصبح موجب مما يؤدي إلى كسر هذه الرابطة بسهولة وخروج بالتالي مركب الماء ونتحصل بالتالي على الوسيط المتمثل في الكاربوكاتيون الكاربوكاتيون هذا الوسيط غير مستقر مما يؤدي إلى عملية سحب الزوج الإلكترونيات على الكاربون بيطا على الكاربون مجاورة وتسمى كاربون بيطا وبالتالي يؤدي ذلك إلى خروج إذن البروتون كما تلاحظون هذا الحافز حيث أن في التفاعل الحافز كما تلاحظون يعني دخل من هنا في التفاعل من خلال حمضة الكبريتيك ثم فيما بعد إذن تم إعادة إنتاجه في آخر التفاعل وبالتالي نتحصل في نهاية الأمر على الألكين الطريقة الثانية لتحضير الألكينات تتم من خلال نزع الهيدرو ألوجين من هالدات الألكيل كما يظهر في المركب العام التالي يتم هذا التفاعل في وسط قاعدة حيث يقوم حيث تقوم القاعدة بنزع البروتين الموجودة على الكاربون بيطا بالنسبة هنا الكاربون بيطا والتي تحمل الهيدروجين هنا إذن التفاعل هذا يتم إذن في وسط إذن في الإثانول مع وجود إذن القاعدة المتمثلة في هيدروكسيد البوطاسيوم شرح التفاعل إذن كما قلنا هنا فإن هذه القاعدة ستقوم بمهاجمة البروتين الموجودة على الكاربون بيطا حيث أن هذا الهيدروجين يتصف هنا بالحمضية نتيجة وجوده على الكاربون بيطا لكاربون يحمل هالوجين فإن هذا البروتين إذن يتصف بالحمضية وبالتالي إذن القاعدة تقوم بمهاجمة ونزع هذا البروتون وبالتالي إذن يصبح لدينا هنا زوج إلكتروني الذي بدوره سينتقل لتكوين رابط باي بين الكاربون بيطا والكاربون ألفا كما تلاحظون هنا خلال عمادية انتقال هذا الزوج الإلكتروني لتكوين الرابط باي يتم الكسر الرابط بين الكاربون والهالوجين وبالتالي خروج إكس سالب وتكوين بالتالي الرابط الثنائية كاربون كاربون ترجمة نانسي قنقر